عقد وزيراء التضمن الاجتماعي والدولة للإنتاج الحربي ومحافظاء القاهرة والجيزة اجتماع لبحث سبل تنسيق الجهود في مشروعات إسكان أهل المناطق غير الآمنة تنفيذ لتوجهات القيادة السياسية يأتي الاجتماع في إطار متابعة الوضع الحالي للتأسيس والتسكين ومعرفة التحديات التي تواجه التنفيذ ووضع خطة للانتهاء من التسكين وفقا للأولويات شهدت المرحلة الأولى الانتهاء من تأسيس أكثر من 3000 وحدة كما شهدت المرحلة الثانية الانتهاء من تأسيس 6000 وحدة